تزدحم ساحة المتنفسين اليمنيين الذين يتطلعون لنيل بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024 وإزاحة الرئيس الحليد جو بايدن ازدحام يعيد إلى الأذهان سيناريو عام 2016 حين أدى تزايد المرشحين إلى تشتت الأصوات وعدم جذب الناخبين في الانتخابات التمهدية رأينا عدداً كبيراً من المرشحين عن الحزب الجمهوري في انتخابات عام 2016 واليوم نرى أيضاً أعداداً كبيرة من المرشحين وهذا أمر طبيعي لأن الرئيس ليس جمهورية فكل مرشح يرى نفسه أنه يملك الكفاءة للوصول إلى البيت الأبيض والحصول على منصب سيادي إضافة إلى أن الترشح يعطيهم شهر على الصعيد الوطني كما حصل مع بعض المرشحين تشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب وأحاكم فلوريدا رون دي سندس يتقدمان في السباق مع أفضلية كبيرة لترامب أما بالنسبة لباقي المرشحين فالهوة كبيرة مع أقرب منافسيهم حيث حصل نائب الرئيس السابق مايك بانس على 5% ونيكي هيلي على 4% وكريس كريستي على 1% وسط تساؤلات عن إصرار الترشح رغم حتمية الهزيمة في حالات بعض المرشحين أعلنوا ترشحهم يعني فرصة لهم لاكتساب الشهرات السياسية التي يطمحون إليها حيث يحصلون على تغطية إعلامية مكثفة كما يحصل اليوم في حين أن وصولهم إلى المناظرة بين المرشحين يعني إضافة إلى مسيرتهم السياسية والمهنية وهذا يساعدهم كثيرا في المستقبل ومن المقرر أن يتواجه المرشحون في مناظرة أولى تنظم في شهر أغسطس في ولاية ويسكنسن بعد الإفاء بسلسلة معايير أبرزها الالتزام بدعم المرشح الجمهوري الذي يختاره الحزب يراهن المرشحون على خروج ترامبنا السباق الرئاسي بسبب تزايد التهديدات القانونية التي يواجهها أما عن إصرارهم على ترشح في ظل تراجع فرصهم في الفوز فيرى الخبراء أنهم ربما يتطلعون لحصول على مناصب سيادية أو وزارية أو ربما يكون ذلك منهم بحثا عن الأضواء مروان زعتر تيرتعربي واشنطن مناصب الثمام ب planets ترجمة نانسي قنقل ترجمة نانسي قنقل буدي ج Zoo دوسر